في أخبار الاقتصاد ناقش الاجتماع الأول للجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بولاية القدارف الترتيبات الخاصة بتوفير الوقود ومدخلات المرحلة الأولى من الموسم وقال نصر الدين عبدالقيوم والي ولاية القدارف المكلف أن اتصالات باكرة قد تمت مع وزارتي الطاقة والزراعة الاتحاديتين لتوفير مطلوبات مرحلة التأسيس من وقود وبذور إضافة لعمليات وقاية النباتات أعرب عن أمله في أن يشهد الموسم استقرارا خاصة وأنه يواجه ظرفا استثنائيا بسبب جائحة كورونا اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي لمنغشة كل القضايا يمكن كثيرة بتدفع إن شاء الله بالموسم الزراعي من توفير إن شاء الله الوقود ومدخلات الانتاج وتوفير التوميل اللادم يمكن اجتماع إن شاء الله التشاوري نحن كولاية رفعنا خطة كاملة لوزارة الزراعة بإحتياجاتنا لهذا الموسم وتواصلنا مع سيد وزير الزراعة وسيد وزير الطاقة لتوفير كل احتياجات الزراعة بإذن الله بدأنا الحمد لله في تشوية المساعدة الاستراتي من الوقود بواقع 240 متر من الوقود يوميا من بداية يوم 20 تقريبا شهر 4 نعمل إن شاء الله في بداية خمسة نبدأ إن شاء الله بالصرف الوقود للمزارعين بإذن الله تعالى سجلت معدلات التضخم لشهر مارس 81.64% مقارنة ب71.63% في شهر فبراير بارتفاع بلغ 10.28% وذلك نسبة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود وعزى بيان صحفي للجهاز المركزي للأحصى الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية إضافة إلى ارتفاع النقل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات والبصات الداخلية والسفرية والوقود وارتفاع الغذائية مقارنة بأسعار شهر فبراير أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا بإيقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية وذلك استنادا على الصلاحيات الممنوحة لوزارة الصناعة والتجارة من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله بأن القرار يشمل إيقاف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بكافة الولايات إلى حين إشعار آخر وذلك بغرض تنظيمها وأن لا تزاوي لأي جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تعاوني أي نشاط إلا بعد أن تتم المراجعة والاعتماد له من قبل المسجل العام للجمعيات التعاونية وكل من يخالف هذا القرار سوف يكون عرضة للمساءلة القانونية والإدارية